قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق أربع صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الغربي وفاد الجيش بأن الصواريخ الكورية الشمالية حلقت بسرعة قصوى على نحو 130 كم وعلى ارتفاع يصل إلى 20 كم من جانبي قال الرئيس وهيئة الأركان الكوري الجنوبي المشتركة الجنرال كيم سوين كيوم أن كوريا الشمالية ستدفع الثمن لتصعيدها الأخير واصفا سلسلة عمليات أطلاق الصواريخ الأخيرة بأنها تهديد خطير للأمن الإقليمي قبل ذلك قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن قاذفة استراتيجية أمريكية ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية تشارك قاذفة بي ون بي في المناورات المشتركة بين البلدين والتي تعدل أكبر من نوايا عقب أطلاق كوريا الشمالية الصاروخا باليستيا عابرا للقارات الخميس الماضي كذلك أعلن الجيش الكوري الجنوبي نشر مقاتلات شبح بعد رصد التحرك 180 طائرة حربية كوريا شمالية معنا مشاهدين من توكيو الصحفية معتز العقاد معتز أهلا بك معنا يعني نريد أن نسأل عن نشر هذه الطائرة طائرة بي ون بي الأمريكية في هذه التدريبات ما هي الرسائل التي يتم توجيه الآن إلى كوريا الشمالية؟ وهل هذا النشر هو في غرض التدريبات أم سيكون له أبعاد أخرى؟ أعتقد أن الرسائل هي التصعيد مقابل التصعيد والرسائل متبادلة إلى كوريا الشمالية وإلى معراء كوريا الشمالية الموقف صعب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة هل المقصودة الصين وروسيا أيضا؟ بالضبط نعتقد أن المباراة الأساسية هي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا أما القطعة الأخرى المقابلة التي يلعب بها كل المعسكري هي ما هي إلا قطعة صغيرة ليس لها إياد في القرار رأينا أمس عندما حاولت الولايات المتحدة واليابان الاحتجاج والمحادثة مع كوريا الشمالية لجأت إلى الصين وروسيا لكي تتحدث مع كوريا الشمالية لكي تهدئ من الإطلاقات أو توقف الإطلاقات الباليستية وتمنعها من إجراء المزيد من التجارب النووية لكن أكثر من ذلك ليس هناك سبيل إلى التحدث مع كوريا الشمالية أو ما يمكن القيام به مع كوريا الشمالية إلا إذا كانت حرب أو إذا كانت عمليات استخباراتية يقصد بها ليس تدمير النظام في كوريا الشمالية فهذا غير مرغوب بالنسبة للجيران كوريا الشمالية خاصة اليابان وكوريا الجنوبية خوفا من تدعيات البشرية مثل اللجوء وهكذا ولكن يقصد بها تغيير القيادة سمعنا عن محاولات كثيرة حتى أن زعيم الكوريا الشمالي قام بعدة عمليات تطهير في القيادة أما ما دون ذلك يمكن تمثيل الموقف مثل لكن معتاز هل الوضع المختلف الآن هذا التوتر منسوب التوتر مرتفع هذه الطائرات وهذا النوع من هذه الطائرات يشارك للمرة الأولى منذ حوالي 2017 يعني نوعية الرسائل يبدو أنها مختلفة الآن هل نتحدث عن تصعيد أكثر مثلا؟ التصعيد في التهديدات هذه الطائرات لا يمكن استخدامها على الواقع لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة مبادرة حتى حلفاء الولايات المتحدة لنسمحوا لها أن تبادر بمثل هذا اليابان وكوريا الجنوبية ستكون مدمرتين لهما وشعبيهما إذا حدست هذه الحرب ولا تنسى أن النشر في كوريا الجنوبية نشر مثل هذه الطائرات كوريا الجنوبية ليست فقط على حدود كوريا الشمالية لكن أيضا على حدود الصين وكوريا الشمالية في حضن كل من الصين وروسيا هل يمكن أن تقوم بمثل هذا مثلا في مثل هذا الموقع الاستراتيجي؟ لا أعتقد أكثر من أنها تهديدات وأعتقد أن الإطلاقات الصاروخية ستتواصل من كوريا الشمالية وإذا تأزمت المواقف العالمية مثل المزيد من العقوبات على الصين المزيد من التضييق على روسيا في أوكرانيا ستصل لخطابات الرد في صندوق بريد كوريا الشمالية كان هناك تنديد في بيان مشترك من قبل روسيا وأيضا الصين بموضوع هذه التدريبات لماذا تصر كوريا الجنوبية على مثل هذه التدريبات؟ صحيح أنها تكون مجدولة لكن بيونغ ينغ حذرت ونددت بشدة بموضوع هذه التدريبات المشتركة الأمريكية لماذا هذا الإصرار الكوري الجنوبي؟ مجدولة لكن لا تنسى أنه تم إيقاف هذه التدريبات طوال فترة حكم أو فترة ولاية السيد دونالد ترامب أي أنه يمكن إلغاءها ويمكن تفعيلها إصرار كوريا الجنوبية على هذا لعوامل كثيرة داخلية وخارجية كما أن أيضا التغلغ أو سيطرة الولايات المتحدة يمكن أن نقول على الداخل الكوري الجنوبي أو على اليابان أو على حلفائها لا يمكن إغفال هذا التأسية بالطبع يجب أن ترد الكوريا الجنوبية وحكومة كوريا الجنوبية أمام شعبيها وإذا كانت اليابان يسمح لها بالرد ولكن الدستور يمنعها من ذلك فأجب أن ترد يمكن التحرك الوحيد الذي شاهدناه في اليابان هو أن اليابان نشرت عدة بطاريات صواريخ في أقصى جزيرة يمكن هي قريبة من الصين وطايوان هذا ما يمكن الرد بهم من اليابان اليابان مكبلة بدستورها مثلا لكن لا تنسى أن المنطقة كلها الاندو باسيفيك متوترة جدا لا تنسى أن قبل شهرين أو عدة أشهر قام كل من الأسطول الروسي والأسطول الصيني بدوريات مشتركة تتخلل الجزر اليابانية في المياه الدولية بين الجزر اليابانية وهذه أول مرة وهذا لو تعلمون عظيم التاريخ بين الصين وروسيا ليست صداقة أن يقوم بمثل هذا لكن يبدو أن الموقف الدولي ومواجهة معسكر واحد دفعهما إلى التقرب بهذا الشكل نعم كنت أريد أن أسألك عن الموقف وطبيعة الرد الياباني أيضا لكن أجبتني عنها أشكرك جزيلا شكرا من توكيو الصحفي معتز العقاد ترجمة نانسي قنقر